خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله اللهم اجزهي عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا اللهم إن كان محسنا فزد من حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب اللهم آنسه في وحدتي وفي وحشتي وفي غربتي اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خيرا منزلين اللهم أنزله منازل الصدقين والشهداء والصالحين وحسن أدائك رفيقا اللهم اجعل قبره رودة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم أفسح له في قبره مد بصره وأفرش قبره من فراش الجنة اللهم أعزه من عذاب القبر اللهم أملئ قبره بالرضى والنور والفسحة والسرور اللهم إنه في زمتك وحبل جوارك فقي فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذبه وأن تسبته عند السؤال اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم آتي برحمتك ورضاك وقي فتنة القبر وعذابه وآتي برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وسقل بالحسنات مزانه وسبت على الصراط أقدامه وأسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومستفاق صلى الله عليه وسلم اللهم أمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفسه آمنة مطمئنة ولقنه حجته اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنة وعند قيام الأشهاد آمن ووجود ردوانك واسق وإلى أعلى درجاتك سابق اللهم اجعل عن يمينه نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك اللهم انظر إليه نظرة ردة فإن من تنظر إليه نظرة ردة لا تعذبه أبدا اللهم اسكنه فسيح الجنين واغفر له يا رحمن وارحمه يا رحيم وتجاوز عما تعلم يا عليم اشتركوا في القناة شكرا